مرحبا وهلا وسهلا فيكم معكم حمد جرامني من قناة جي تيك اليوم رح نعمل انبوكسنج سريع للآيفون 13 برو نسخة الواحد تيرا بايت نشوف الكاميرا بشكل سريع نشوف الجهاز الأشياء الموجودة في العلبة طبعا العلبة جدا خفيفة جدا فاضية ما فيش فيها كثير أمور ولكن هذا هو الجهاز باللون الأزرق مع الكاميرات طبعا الكبيرة اللي مبينة عليه كثير شركات اليوم تتوجه للكاميرات الكبيرة في انه هون طبعا شوية ستيكرز والطول اللي ممكن عن طريقها أقيم السيم وارجع السيم وفي ستيكر كمان هيك لأبل شكلها حلو ممكن تلسكوها عندكم على السيارة او اين بدكم في عنا طبعا كابل اليو اس بي طبع ابل اللي هو بيجي تايب سي مع لايتنج لايتنينج اوكي انا بستعملوش كثير وفي عنا هون طبعا الجهازة تنقي من لزكا والغطاء الكفر عشان نشوف بالضبط الجهاز زي ما احنا شايفين سماعات عنا من تحت الناتش من فوق الكاميرا وحسني هون بيشرح بشكل سريع على الجهاز وبيخبرنا كده كان غالي وكده استصعب لحتى اشتراه ووقف في الدور كنه خمسة تسعات فيعطيك الحسن عافية حسني ومبروك الجهاز وشكرا اشترح الكبير على الجهاز هات نبلش نحكي عن مواصفات الجهاز بالوقت هاد طبعا الجهاز بنحكي عن بيجي مع شاشة اللي هي ستة نقطة واحد سوبر ريتنا اكس دي ار اولد مية وعشرين هرتز بيجي مع نظام الايو اس خمسةاش فيه معالج طبعا قبل اي خمسةاش هيكسا كور اللي هو يعني ستة معالجات منحكي فيه طبعا فيه منو عدة نسخ فيه نسخ اللي بتيجي طبعا مية وانو هشرين ستة رام مية واخمسة وخمسة 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 واشترا واحد تيرابايت تسخيلوا لوين واحد تيرابايت بس الغريب هون انو الواحد تيرابايت يعني واو مساحة جدا جدا ضخمة منحكي عن الجهاز اللي هو فيه مكتوب هون ان في امي حسب الشرحات ان في امي ها تنشغل الجهاز ونشوف أكثر هيك أول مرة طبعا بأخذ شوية وقت لحتى إنه طبعا هيك يشتغل ونختار الإعدادات اللغة المنطقة ونختار كويكي ستارت أنا مش راح أعدل على كثير العيارات حاليا نعمل كونكت لل للواي وفي حاليا عساس نقدر نشوف بالوقت ها طبعا نحكي عن كاميرا كواد كاميرا وأربع كاميرات اللي هي 12 ميجابيكسل كاميرا السية عندنا كمان شو عندنا كمان يا جماعة طبعا الجهاز بصور 4K 24 25 30 و 60 FPS وأكيد طبعا بصور 180 180 30 60 120 FPS تمام زي ما تشايفين بعدنا بنعمل هيك عددات سريعة على الجهاز هاي أول مرة طبعا احنا مع عيرنا في كثير أشياء ولكن مجرد عساس نشغله ونشوف هيك الجهاز من جوا كيف بيشتغلوا شو الأشياء الموجودة فيه وهي الصفحة الرئيسية وفي عندهم وجهت الآيفون 13 فيه وجيت أهلا وسهلا فيكم في عالم الأندرويد أبل أهلا وسهلا فيكم في عندهم وجيتز زي ما انتم شايفين وهذا إشي كثير حلو صراحة الوجيتز اللي عندنا كثير حلو مش عاطلي يعني أكون معكم صريح شو عنا كمان هون عنا طبعا هاي النتفيكيشن سنتر حسني بشرحان هكا العادي حلوة تمام بدنا نشوف باقي التفاصيل شو عنا كمان هاي الإضاءة هيك أعلى إشي طبعا الجهاز جربناه بالخارج كانت الإضاءة جدا ممتازة فيه يعني ما فيش أي صعوبة إنك تشوفه تحت الشمس أو بالخارج أو تحت الضو أوكي وعنا هون طبعا الستوريج نشوف المساحة التخزينية صراحة طلعت أكثر من واحد تيرابايت طلعت واحد نقطة اثنين تقريبا فالإشي غريب يعني فيه بشكل عام لما يكون عندك مساحة تخزينية بتكون يعني أقل من المساحة طبعا عندك واحد تيرابايت فبيكون تسعمية وخمسين تسعمية واربعين مثلا هيك إشي تمام زي ما انتم شايفين هيك نظرة سريعة على الجهاز نشوف شو الأشياء اللي فيه كيف التعامل معاه طبعا زي ما حكينا الجهاز بيشتغل على 120 هرتز يعني بنسق حاله برائم حاله للمحتوى اللي بتعرضه طبعا إذا كان محتوى اللي هو سريع فبيعرض مثلا التردد عالي وإذا كان بطيء مثلا فممكن يعرض التردد أو طيب عساسي ووفر بطارية بالنسبة لموضوع 120 هرتز كمان موجود من الأرض الأندرويد من زمن ولكن قبل شو عملته يعني مش كل الوقت 120 عشان توفر بطارية يعني بتقول كاش البطارية عاطلة ولكن احنا بننوفر بطارية فمعرفيش صراحة ولكن هاي الخاصية موجودة يعني زي ما انتو شايفين منحاول هيك نتعامل مع الجهاز نشوف في الاستجابة تبعته بشكل عام أكيد سريع خفيف التعامل معه جدا سلس ما فيش كثير برامج على الجهاز بعده طبعا هيك يعني أجديد فيش في كثير أمور ها تنتقل هيك شوي بداخل الجهاز ونشوف موضوع الرفريش ريت حاولنا نشغلها ونوقفها ونقدر نعمل للمت على فكرة احنا ممكن نعمل للمت للرفريش ريت عساس تكون بس مثلا 60 هرتز ومتصل 120 إذا ما بدك طبعا تستغل كل البطارية أو أنك تخلص البطارية أسرع لأنه أكيد استلاك البطارية بده يعلى شوي أوكي إشو حلو يعني أكون معكو صريح يعني جهاز ممتاز ولكن مش راح أطبل للجهاز ومش راح أنتقد الجهاز 100% ولكن يعني جهاز مقبول ولكن حسب رأي لا يستحق هذا السعر لا يستحق هذا السعر بأخذ معا كمان أو هنا صاحب استلم معي هدية صغيرة اللي هي ويرلس تشارجر بنسبة صراحة شحن 15 واط اللي هي نسبيا بطيئة جدا جدا يعني شو 15% 2021-2022 الصراحة استغربت منها وتوقعت تكون إشي أقوى تمام يعني هدية بالآخر فتتوقعش كثير منها زي ما احنا شايفين هون طبعا هي ماجنيت أو أنها يعني لاسقة عن طريق المغناطيس فممكن توصلها طبعا عن طريق المغناطيس تسحن الجهاز بشكل لاسلكي تقنيا هي راكبة على الجهاز ولكن أوكي لاسلكي بعدها من سميها لاسلكي بعدها فيه سلك طالع من العلبة ورايح على وصلة الكهرباء ولكنها لاسلكي طبعا بتيجي طبعا تركب على السيارة وهذا هو الجهاز صراحة الجهاز جدا مقبول جدا حلو أوكي بننتقل القسم الثاني من الفيديو اللي نستعمل الكاميرا ونشوف كيف تصوير الفيديو فيها في عنا هون زي ما شايفين صحن الحمص الزاكي مبين يعني انه مليان زيت زتون وعنها صحن الشوارمة طبعا وتشيبس لا يخلوا مع شوية كاتشوب بيكون كثير زاكي لاحظة لحظة نحن بنحكي وبندورا جرجير يا جماعة كثير مناسب ومنح لازلام تحديدا وفي عنا هون طبعا الملفيف كلياتها كثير مشكلة وكثير زاكي الصورة كمان حلوة صورة ومتازة اكيد ما فيش اي مشكلة بنندخل للوجب الرئيسية في عنا هون صحن مشاوي اللي فيه خروف وكمان عجل زي ما تشايفين مستو منح مع شوية بندورا وبصل مشوي الريحة بتجنن وكمان عنا هون كمان مشاوي اللي هي عجل وخروف نفس الشي لحسني كمان بندورا مشوي وبصل مشوي بعد ما خلصنا اكل نتوجهنا وانتقلنا للكنافة طبعا بعد الاكل بدك كنافة بدك شوية سكر دمرنا الديت هات نشوف حاليا زي ما تشايفين تجبني سايحة وبتنزل بشكل رهيب بشكل جدا جدا مش طبيعي والصورة كمان حلوة طبعا صورة تكنافي الاوتوفوكوس في الكاميرا في الايفون 13 من جهة ايفون 13 الاوتوفوكوس بجنن فيها وحاليا انتقلنا هيك لتصوير خارجي في منطقة اللي هي مفتوحة طبعا اللي فيها اضاءة عكس التصوير الاول اللي كان بمنطقة مغلقة واضاءة اللامبا حاليا لدينا اضاءة الشمس هات نشوف الفيديو بشكل قصير ونشوف عن جد طبعا موضوع التصوير في الايفون هو كان النقطة الاقوى زي ما حكينا 12 مجابيكسل الجهاز بصور طبعا 4K اوكي بننتقل لقسم الاخير من الفيديو اليوم راح نشوف هيك اكم صورة اللي تاخذوا من الجهاز الايفون 13 في الداخل وفي الخارج سامحوني على الصور اذا كان فيها شوية اكل واشياء زاكية هيك احنا بننه الفيديو بهاي الصور اكتبو لكم في الكومنت اشتركوا بالايفون 13 برو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة